السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين اثنين وعشرين كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورح ينتقل في ساعات المساء لبرج السرطان طبعا الانتقال من برج الجوزاء لبرج السرطان رح يكون الساعة التسعة وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين ورح ينتقل لبرج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة سبعة وست وثلاثين دقيقة من صباح يوم الخميس خمس وعشرين واحد لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد القمر اليوم موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء معناته من الآن ولغاية ساعات المساء منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات منتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعدة أو كلمة وقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك حتى ممكن أن نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة واحدة 21 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين وبتسبب لنا نوع من أنواع الاكتئاب تدفعنا للإهمال وعدم الاستقام والنزاهة في تعاملتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهر أي الزاوية رح تكون الساعة 8 و39 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميننا للفوضى والتقلب وبرضو بتكون لنا رغبات ممكن يتأدي فينا لخيبات أمل عاطفية بدنا نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 8 و39 دقيقة مساء ورح ينتهي الساعة 59 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 59 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج السرطان عشان هيك من ساعات المساء المتأخرة نشعر بقوة المشاعر والعاطفة وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول خلق جو من الأمان إننا ولا أحبانا ولا أطفالنا وارضو من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سحداء من ناحية أخرى يعني بصير في عنا تذكر بعض الأمور القديمة اللي ممكن تجعل البعض منها يذرف الدموع أو أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام أو الاهتمام للأكل والشرب لأنه بالفترة هاي بتكون الشهية مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو الاهتمام أكثر للعائلة ولأطفالنا وقضاء وقت ممتع بالمنزل أو مع العائلة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وأيضا الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل أما من ساعات المساء بصير عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق والجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هاي بتصير الأعضاء الأكثر حساسية بالنسبة للأعضاء اللي ذكرناها طبعا اليوم لا يجوز إجراء العمليات الجراحية لهاي الأعضاء إلا إذا كانت عمليات اضطرارية ولكن إجراء فحصات أو أخذ اللازم أو مراجع الطبيب ما في أي مشكلة باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة اللي هي يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج السرطان خلو المسار القادم رح يكون الساعة 10.57 دقيقة من مساء يوم الأربعاء 24.01 ورح يستمر حتى صباح يوم الخميس لساعة 7.36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب الساعة 11 يعني بصير 11 يوم الآن هو 11 يوم في تمام الساعة 11 و 52 دقيقة ظهرا بصير 12 يوم نسبة الإضاءة 92 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19 اثنين منتحس بنسبة 10 في المية القمر في الجوزاء ورح ينتقل فيه ساعات المساء لبرج السرطان ورح يضل في السرطان ليوم 25 و 1 منتحس الآن بنسبة 40 في المية ساعات العصر منتحس بنسبة 10 في المية ساعات المساء المتأخرة بصير 25 في المية عطارة في الجدي حتى يوم 5-2 سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في القوس حتى يوم 23-1 سعيد بنسبة 15 في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30 في المية المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 70 في المية المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30 في المية الزهرة في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15 في المية ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 10 في المية نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبتكون أفكاركم نشيطة وهي فترة مناسبة للتواصل المثمر مع محيطك اتكلم بوضوح وما في أي داعي للانفعال أما في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور من الآن ولغاية ساعات المساء بتتركز جهدكم نحو ضبط شؤونكم المالية رغم وجود فرصة لمكسب مالي إلا أن النفقات بتصير في تصاعد اليوم فعشان هيك بتكون تجنبوا شراء حاجية ثمينة ومنكم أشخاص ممكن يبادروا لتسوي مالية أو ممكن يعيشوا فترة فيها نوع من أنواع الامتحانات أما من ساعات المساء بتنشطوا في مجال السفر والتنقلات والاتصالات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم أنتم ممتلون نشاط وحيوية وعنكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم وشعبيتكم في تصاعد بتفرح لانفراج مهم شخصي أو عاطفي أما من ساعات المساء بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم وترتيب الأمور المالية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتشعروا بالتعب بنال منكم أيضا اليوم لغاية ساعات المساء فبتكت حاولوا فقط إنجاز ما هو ضروري وعاجل من العمل وحاولوا أنك تخلدوا للراحة وتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة لأنها فترة مخيبة للآمال واللي بتشعروا فيه من تعب وتراجع في الصحة بيزول كل ما اقتربنا لساعات المساء أكثر تمتلوا نشاط وحيوية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وباستطاعتك الاتكال على أحد المعارف في سبيل إنجاح يعني مسؤولية أو عمل ما أهم إشي أنك ما تحاول المماطلة بل ثابر لأنه يعني لازم تنهي أعمالك قبل ساعات المساء في ساعات المساء القمر بصير في بيت المتاعب فبتتراجع صحتكم وبتصيروا عصبيين حاولوا أنك وتخلدوا للراحة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتتركز جهودكم من الآن ولغاية ساعات المساء نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بغسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة لبتكثر المسؤوليات وبتشعروا ببعض الاضطراب وممكن تعيش فترة امتحان أو ضغط في حياتك اليومية أهم شي إنك ما تكون مهمل أما في ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء وحلاقاتكم الإجتماعية بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة واللي بيتقدم لإمتحان أو مقابلة اليوم بيكون يعني في ساعات العصر بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود رغم أنه اليوم يعني يعتبر فترة واعدة وغنية ورومانسية وممكن تروج لأي شي بنجاح وفي نوع من أنواع التعاطف مع الأهل أما في ساعات المساء بترغبوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية والدفاع عن سمعتكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة وضف طاقتك الذهنية والبناء لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بغضوح ابتظهر بعض المؤشرات لمصلحتك أو لتسوية أما في ساعات المساء بتنشطوا بالاتصالات البعيدة والسفر أو التفكير بما يتعلق بخارج البلاد أو الدراسة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل مشترك ولكن يجب الحذر عن توقيع أي عقد أو التزام اتجاه الطرف الآخر بيصاب التفاهم معك وربما تتسرع بإطلاق كلام في غير مكانه أما في ساعات المساء بتنشغلوا في ضبط أموركم المالية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بيتراكم العمل لديكم دون قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك بتكون تنظموا جدول غذائكم وجدول أعمالكم وتنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة وخذوا قصد كافي من الراحة حذروا من الجدال مع زملائكم بالعمل وما تهملوا صحتكم أما في ساعات المساء القمر بصير مقابلكم تبابا فبترغبوا في تعدعيم شراكاتكم ولكن عصبيتكم بتكون عالية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وبرضو بإمكانكم تعزيز العلاقة معهم وبتكون الحضوذ قوية كما إنها فترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية ولتلطيف الأجواء أما في ساعات المساء بتتراجع صحتكم وبيبدأ العمل بتراكم لديكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتتركز جهودكم حول ضبط مصالحكم البيتية والعائلية بميلوا أفراد العائلة للتعاون معكم رغم أنه بتعيشوا يعني فترة شوي فيها بعض الحضوذ وبعض الفرص ولكن يمكن تعانوا من مشاكل شخصية أو تسيطر عليكم الهموم والأفكار السودة يعني في بعض المعاناة والتراجع الصحي أما في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز العلاقات مع الأحباء والحضوذ بترتفع بالنسبة عالية جدا عندكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء